بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله هنبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفاصل الرابع لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة هنبدأ نتكلم عن الفرق ما بين كلمة goal و non functional requirements بنقول يا جماعة بنقول بالنسبة للجولز يعني ايه جولز يا جماعة حد عرف أيوة صح كده جولز يعني الأهداف الجولز يعني الأهداف نقول مع بعض goals الأهداف and non functional requirements أو المتطلبات اللوظفية إيه فرق ما بينهم إيه؟ بقولك في non functional requirements من الصعب جدا إنك إنت ممكن تحددها بسهولة يعني مش سهل إنك تحددها وأصبح إنك إنت تعبر عن سلوب إيه إيه إسلوب إنك إنت عايز مثلا أداء عالي أو مرونة أو أو إن يكون إيه هذا هذا السيستم متاح التعبير عنها مش سهل لا العكس ده صعب طيب ممكن ممكن يعني نستعد عنه بإيه؟ يعني ممكن نقول إيه الغنى عنه؟ الغنى عنه هو إن احنا نستخدم حاجة اسمها جول أو الأهداف معايا؟ جول يعني هدف جولز للأهداف طيب يعني إيه بقى جول بنقول إيه؟ إنها statement general statement يعني جملة عامة اليوزر بيستخدمها علشان إيه؟ ها؟ عشان تبقى سهل إنك إيه تعبر عن إحتياجات اليوزر وهي بتعبر عن نية اليوزر من النظام إن اليوزر عايز إيه من النظام بالزبط معايا؟ فإذن في حالة إن لو ما يكون الـ non-function requirements غمضة مش سهل إنك توصفها بنلجأ لموضوع اسمه إيه؟ الجول أو الأهداف وهي بتعبر بصورة سهلة جداً على نية اليوزر اليوزر محتاج إيه من النظام؟ عشان كده بنقول بقى إن الجول هو general intention إنه هو اتجاه أو نية عامة لليوزر ساتش أز إيه مثلاً على سبيل المثال is of use يعني مثلاً أنا محتاج من النظام إنه يكون سهل للاستخدام كلمة عامة إنه سهل للاستخدام easy سهل مش كده؟ اه إذن هو بيعبر عن هدف النظام بس بجملة بسيطة تعوضنا عن الـ non-function requirements وفي الحالة ديت هجمعة طبعاً مدام الجملة بسيطة هتكون سهل بالنسبة لإيه؟ للي بيطور النظام لإيه؟ لبينشئ النظام سهل إن يعرف نية اليوزر إيه؟ عشان يبدأ بقى إيه؟ يطلع إيه؟ الأجزاء الأساسية وإحتياجات النظام عشان كده نقول إيه؟ Goals are helpful to a developers as they convey the intentions of the systems user طبعاً مهمة جداً للدغولبر قدر يفهم منه إيه إنيات إنه إيه؟ اليوزر واليوزر أهدافه واتجاهته عاملة إزاي؟ طيب ناخد مثال مع بعض ناخد مثال للجول وناخد مثال من الـ non-function requirements ونشوفهم مع بعض الجول مثلاً بيقول إيه؟ the system should be easy to use آه يعني الراجل بيوصف بيقول المستخدم بيقول أنا لازم يكون سهل بالنسبة للاستخدام آه يبقى إزاً easy to use جملة سهلة جملة واضحة بتعبر عن نية اليوزر إن أنا إيه؟ إن أنا محتاج برنامج سهل للإستخدامه من اللي بيستخدمه؟ الميديكال سطاف أوكي؟ آه الميديكال سطاف شال بيابول تويوز هيستخدم هذا إيه؟ ها؟ هذا السيستم ووظفته After four hours of training بعد أربعة ساعات منين التدريب After this training وبعد هذا التدريب The average number of errors made by experienced users شال نوت بي اكسيد تو ها؟ bear hour of ها؟ هذا سيستم يوز يعني بيقول لك لازم الأول في non-function requirements بقى بتلك لابودن الصف يتضرب الأول وبعد تدريبه عدل الأخطاء ها؟ هتقل ومش هتزيد بعد كده ها؟ عن خطأين لكل ساعة استخدام للنظام لو جدت بقى تلاحظ عندي يا جماعة فرق كبير اللي عن بين الجول والnon-function requirements الجول قال يكون سهل الاستخدام والأخطاء تقل محددش بعد كده تفاصيل التفاصيل جد امتا بقى في non-function requirements وقال اه عشان الأخطاء تقل لازم يتضربوا والتدريب ينتج عنه الناس اصبحت ذات خبرة والخبرة ده معناها ايه؟ ان الخطأ تقل ويبقى خطأين كل ايه؟ كل ساعة اه يبقى اذا الجول كلمة عامة نية عامة لكن ايه النون-function requirements لا يعني فيها شوية صعوبة وفوت فيها تفاصيل اكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة